في زيارة هي الأولى له إلى شرق آسيا يستهل الرئيس الأمريكي جو بايدن جولته في المحيط الهادئ بزيارة كوريا الجنوبية قبل أن يتوجه منها إلى اليابان حيث سيعقد قمة مع قادة الهند وأستراليا وكذلك اليابان ضمن ما بات يعرف بتحالف كواد الأمني المخصص بالأساس لمواجهة الصين فما جديد هذا الملف؟ إذن بايدن يغادر الليلة باتجاه أقصى الشرق الأسيوي عينه على عقد شراكة جديدة وتعزيز أخرى ضمن إطار تنسيق اقتصادي من المتوقع الإعلان عنه خلال هذه الزيارة لتزيد بذلك واشنطن دعمها لحلفائها في منطقتين المحيط الهادي والهندي عشيات هذه الزيارة شهدت تحضير كوريا الشمالية الحليفة الأهم للصين تحضيرها لإجراء تجربة نووية قالت إنها تنتظر الوقت المناسب لإجرائها وهي خطوة يرى فيها مراقبون رسالة صينية رافضة لزيارة الأمريكية إلى آسيا زيارة بايدن إلى توكيو وسيول جاءت عقب استقباله في البيت الأبيض قادة دول جنوب شرق آسيا التي أكدت فيها واشنطن إبقاء آسيا أولوية بالرغم من تركيزها على مواجهة روسيا التي تغزو أوكرانيا منذ فبراير الماضي ننتقل مباشرة إلى القاهرة نفهم اليوم هذه الأفاق لتحالفات الاقتصادية والسياسية عبر أقمار صناعية دكتور حسن أبو طالب مستشار في مركز الأهرام دراسات سياسية والاستراتيجية أهلا بك دكتور أبو طالب معنا في دائرة الشرق كيف تقرأ هذه المحاولات هذه زيارات هذه الوعود هل ترى فيها مستقبلا تحالفات قوية يمكن الاعتماد عليها ما هي الحسابات التي يمكن أن نتوقف عندها لهذه الدول وبالتالي نستطيع أن نتوصل إلى خلاصة هل ستقوم بالفعل داعمة وحليفة قول الولايات المتحدة الأمريكية يعني دعيني أبدأ بالقول بأن هناك تحالفات قوية بالفعل ما بين الولايات المتحدة وكل من كوريا الجنوبية واليابان وهذه العلاقات التحالفية قديمة منذ الأربعينات من القرن الماضي وأيضا منذ السبعينات والثمانينات من القرن الماضي بالنسبة لكوريا الجنوبية وهي تحالفات موجهة بالأساس إلى ثلاثة تحديات أساسية بتراها الولايات المتحدة يعني بتناهد ما يمكن أن نسميه بقدرتها على استمرار الهيمنة على النظام الدولي وهي التحدي الصيني والتهديد الروسي ثم أيضا التهديد الذي تمثله كوريا الشمالية بقدرتها النورية وقدرتها الصرخية الباليستية لحلفائها الأساسيين في المنطقة الآن الولايات المتحدة منذ أن جاء الرئيس بايدن قبل عام ونصف يعني اعتمد على فكرتين أساسيتين الفكرة الأولى هي تعزيز التحالفات القائمة بينه وبين أوروبا وبين دول الناتو وهو استطاع إلى حد كبير أن ينشط هذا الأمر بطريقة نحن نرى فعالياتها في الموضوع المتعلق بمواجهة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا منذ فبراير الماضي الآن هناك أيضا التحدي الصيني والتحدي الصيني بالنسبة للولايات المتحدة له يعني أبعاد متعددة منها جزء أمني ومنها جزء اقتصادي ومنها جزء يتعلق بالتمدد الصيني في كل من الهادي والهندي المحيطين الهادي والهندي نحن نعلم أن هذا التمدد الصيني أيضا أثار الكثير من القلق للعديد من الحلفاء للولايات المتحدة والذين يعني أرادوا أن يكون هناك موقف قوي وحاسم من قبل الولايات المتحدة لمواجهة هذا التحدي الصيني وبدأ هذا الأمر فيه على مستويين في خلال العدة أشهر الماضية لهذا تعزيز التحالف الرباعي الأمني الذي سوف يعقد الاجتماع في اليابان وأيضا إقامة تحالف جديد وهو المعروف باسم أوكاس ما بين الولايات المتحدة وما بين بريطانيا وما بين أستراليا ونحن قد رأينا هذا التحالف الجديد أيضا أثار الكثير من القلق لدى الجانب الصيني نحن الآن أمام محاولة جديدة للولايات المتحدة لتعزيز تحالفها مع بلدين أساسيان كوريا الجنوبية من جانب واليابان من جانب أخر لكن دعيني أقول أن هناك مشكلة تتعلق بعلاقات هذين الحالفين فيما بينهما هناك مراس تاريخي سائل بي جدا جدا من وجهة نظر كوريا الجنوبية تجاه اليابان نظرا للفترة التي قامت فيها اليابان في الاحتلال كوريا الجنوبية ما بين 1910 و 1945 وهناك مجموعة من القضايا ذات الطبع النفسي الجماعي لدى الشعب الكوري فيما يتعلق باستغلال النساء الكوريات فترة الاحتلال الياباني أيضا هناك بعض الخلافات فيما يتعلق بموضوع الكزر في البحر الياباني أو البحر الشرقي بالنسبة لكوريا وبالتالي فهذه الأمور بتقلل من وجهة نظر الولايات المتحدة تعزيز التحالف بين هذين الحالفين الأساسيين للولايات المتحدة تجاه التحدي الصيني أتصور أن اليوم هذه الزيارة هي تستهدف اليوم تخفيف حدة العداء أو حدة المشاعر العدائية المتبادلة ما بين كوريا الجنوبية وما بين اليابان من جانب وأيضا ربما يسمح هذا الأمر بتخفيف التحفظات اليابانية لكي تلحق كوريا الجنوبية في ظل قيادتها الجديدة بالتحالف الرباعي ليكون تحالفا أمنيا خمسيا هذا الأمر أنا أتصور أنه سوف يكون مهم جدا وخصوصا أن رئيس الجنوبي الكوري الجديد تعهد بهذا الأمر تعهد بالانضمام إلى التحالف الرباعي الأمني بيعتبر نفسه يعني مهم جدا أن تكون كوريا مدعومة بتحالفات قوية تقودها الولايات المتحدة أيضا أن يعزز دوره في الشؤون الأمنية والإقليمية والدولية فيما يتعلق بالمحيطين الهادي والهند وبالتالي فهذه زيارة لها أكثر من جانب من جانب الولايات المتحدة ومن جانب حلفائها في هذه المنطقة والعنوان هو كما هو معروف التحدي الصيني الأمني والاقتصادي دكتور الهند أيضا معضلة ماذا يمكن أن نتحدث عنها الهند دائما ملتزمة بسياسات الحياد ولكن بالنتيجة طبعا تاريخيا لديها علاقات مع الاتحاد السوفيتي كان سابقا ولكن اليوم هي أيضا لديها مشاكل مع الصين هل تعتقد بأنه يمكن للولايات المتحدة الأمريكية الاعتماد على هذا الحليف الهندي وبماذا تحتاج الهند للولايات المتحدة والعكس بالتأكيد الولايات المتحدة تحتاج الهند مع الأكثر من مستوى المستوى الأول هو أن تنزع ما يمكن أن تسميه الهند من تحالفها القوي مع روسيا بمعنى آخر أن تجعل روسيا تفقد حليفا مهما وهو الهند الهند دولة كبيرة ولا تأثير في المحيط الأسيوي بشكل كبير سواء أمنيا أو اقتصاديا لكنها كما هو معروف لديها مشاكل كبرى مع الصين وهي أيضا تتخوف من التمدد الصين ومن التقاور الصيني سواء أسكريا أو اقتصاديا وبالتالي فهي تحاول الهند أن تحافظ على علاقاتها التاريخية مع روسيا بما لا يثير تحفظ أو يثير غضادة لدى الجانب الأمريكي الولايات المتحدة أيضا تحاول بقدر الإمكان أن تستدعي الهند إلى الفلسفة الجديدة التي أعلن عنها الرئيس الوزراء السابق منذ أكثر من عشر سنوات وهي تتعلق بمسألة أن يكون المحيطين الهادي والهندي منطقة سلام ومنطقة امفتاح ومنطقة أيضا آمنة تجاريا وأيضا تشهد المجموعة من التحالفات الغربية مع الولايات المتحدة والأسيوية مع الولايات المتحدة لتدعيم هذا المنهج الصين رأت أنها يمكن أن تدخل في هذا الإطار وهي لا ترى أن التعاون الأمني في هذا الإطار تحت مسمى التحالف الرباع الأمني يعني تحالفا مباشرا مع الولايات المتحدة ولكنها نوع من أنواع التنسيق فيما يتعلق بمواجهة بعض التحديات ذات الطبع الأمني التي يمكن أن تثرها الصين في مواجهة المصالح الهندية في هذين المحيطين الكبيرين وخصوصا أن الهند الآن بتعاول كمان على أمرين أساسيين هو أن تحصل على مزيد من التكنولوجيا المتقدمة من جانب الولايات المتحدة وأن تحصل أيضا على بعض أنظمة الأسلحة المتقدمة الأمريكية والغربية بما يساعدها أيضا على تطوير قدراتها في مواجهة الصين سواء في الوضع الحالي أو الوضع المستقبل لكن هناك بعض المشكلات فيما يتعلق ما بين الولايات المتحدة والهند الهند لم تقبل ممارسة العقوبات أو تقبل تطبيق العقوبات الأمريكية والأوروبية على روسيا في الفترة الماضية وأيضا وجدت أن هناك فرصة لتدعيم علاقاتها في جانب الاقتصادي فيما تعلق باستراد النفط والغاز الروسيين بأسعار مخفضة وبالتالي فنحن أمام مشكلات بسيطة ولكن الولايات المتحدة تنظر إلى المستقبل وتنظر إلى هند باعتبرها قوة أساسية كل الشكر لك دائما دكتور حسن أبو طالب مستشار في مركز الأهرام دراسة سياسية واستراتيجية حدثنا من القاهرة